خليني بس يعني كلامة على امام عشور قبل ما اقول الخبر خاص بامام عشور واسباب اقافه هتكلم بس كلمتين لامام وهو لاعب كويس لاعب كان في وقت من الوقات ما بيلعبش ولما نزل أدى أداء رائع أهداف بيمينه بشماله تزداد فبالتالي جمهور نادي زمالك يعني فرحان كان فرحان جدا ومبسوط جدا بأن فيه لاعب ظهر بالشكل والأداء اللي انتو شفتوه الفترة اللي فات لكن هنا بتكلم على منتالتي أو موخز يعني كلمة النجمينة محمد صلاح ونوعية التفكير بالنسبة لللاعب أنا حتى يعني بقول أن اللاعب الكويس مش ملك نفسه أبدا هو ملك جمهوره ملك محبيه ملك بلده لأن طبعا دي بتبقى فترة طويلة من التدريبات والدولة بتصرف عليه والنادي بتاعه بيصرف عليه فبالتالي هو مش ملك نفسه هو مش ملك نفسه أنه يبتدي يفكر بطريقة غلطه ده بالنسبة لكل اللعيبة مش بتكلم على امام عشور يزم الحفاظ على نفسه الحفاظ على يبقى فيه حد يفكر له ما يبقاش قراراته من نفسه تبقى عنفوانية زي ما احنا هقول لحضراتكم أن امام عشور في المباراة الأخيرة كان عدا على الدكا وبالتالي الطلب منه أثناء أو ما بين الشوتين التسخين رفض امام عشور وبعد المباراة كان فيه مشدة ما بينه ما بين كارترون وبالتالي كارترون وكابتن قسامة نبيه هما اللي بيقوموا بدور الإدارة والمدير الكرة في التوقيت ده وبالتالي أخدوا قرار بوقف امام عشور وخصومات هتبقى موجودة بالنسبة له وده أعتقد يعني انذار لإمام يا إمام انت لعيب كويس خسارة خسارة فعلا انك تتعامل مع نفسك بالشكل الغير ما توقع اقعد على الدكا كلنا قعدنا على الدكا وكله قعد على الدكا لكن ما تيجي تلعب وتنزل والطلب منك أن تلعب تنزل وتزمت نفسك وتبين للمدير الفن انه كان غلط انه قعدك هي دي الفكرة دايما للعب الكويس واللي اللعب اللي عايز يكمل بشكل كبير بشكل كويس فيه كرة القدم ده بالنسبة ليه ما معشور وسبب اقافه في الفترة القدم